عقد في جامعة موسكو الحكومية محاضرة سياسية حول الأزمة في سوريا وآخر التطورات الميدانية وخاصة الأوضاع في مدينة حلب بمشاركة السفير السوري الدكتور رياض حداد وعدد من المختصين بشؤون الشرق الأوسط السفير السوري أكد أن الحرب الإعلامية التي ترافقت مع تحرير حلب هدفها تشويه الحقائق في وقت تجاهل الإعلام الغربي دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى مدينة تدمر الأثرية وقد وصل الأمر بالمنظمة الدولية أن طالب مبعوثها الأممي ديمستورا بمكافأة الجماعات الإرهابية في المناطق الشرقية في حلب ومنحها إدارة شؤون المناطق التي تنتشر بها وهي التي لم تتورع عن ارتكاب أفضع الجرائم بحق المدنيين الأبرياء واتخاذهم دروعا بشرية وإمطار المدارس والمدن الجامعية والمستشفيات والأحياء السكنية الآمنة بكل أنواع القزائف وعلى مدار الساعة ووصل بأولئك الأمر إلى استخدام السلاح الكيميائي عدة مرات والمجتمع الدولي يقف متفرجا لأن إرادته مصادرة بالقوة الأمريكية بطبيعة الحال عندما نحقق الانتصارات على الإرهاب يحاول البعض وضع العقبات في الطريق وهناك دول مستفيدة من الأوضاع في سوريا وحاولوا كثيرا تعطيل التعاون بين روسيا وسوريا لكن لن ننجح لأن هدفنا واحد وهو محاربة الإرهاب طلاب جامعة المختصون في العلاقات الدولية والسياسية أكدوا على أهمية تلك المحاضرات من خلال توجيه بعض الأسئلة والاستفسارات للسفير السوري لمعرفة حقيقة الأوضاع بعيدا عن الإعلام الغربي وتزييفه للحقائق أهمية تلك المحاضرات تكمن في أننا نستمع مباشرة للمعلومات من مصدرها وخاصة أن الغرب لا يقدم لنا إلا وجهة مصدره فقط الأوضاع في مدينة حلب تشغل وسائل الإعلام الروسية والرأي العام في الشارع الروسي التطورات الميدانية في مدينة حلب والعلاقات الروسية السورية الاستراتيجية محور اهتمام طلاب جامعة موسكو الحكومية للإخبار السورية من موسكو لبنى فياد